سباح الخير مشاهدينا من وين ما كنتو عم تتابعونا اليوم بي الايف من كمي معكم بفكارة ميدن لبنون منتج جديد وضيف جديد رح نتعرف عليها هلا حريقة سوبس شو هي حريقة سوبس حتخبرنا اكتر سلين حريقة اللي هي عم تشتغل هذا الشغل كتير حلو رح نسمع السطة كيف بلشت شو عم تعمل وناخد معلومات اكتر مجور سلين بوجور كيف فيك باميلا مرسي على استضافتك اهلا وسهلا فيك عطول بتضوي على الصناعات اللبنانية اكتر نحن حريقة سوب بلشنا اول شيء بالالفان وستعاش بدون براند بلشنا نعمل صابون لحتى للبيرسونال يوز للاستعمال الشخصي انا وابني كان عنا اكزما نحن في قصة ويرانا كان عنا اكزما وعملنا الصابون برسبة خاصة فينا اكيد كتير بتشبه صابون الزيت بس زدنا علي اشي عدلنا علي حطينا اشي هلأ منحكي عنهم من الطبيعة واستفدنا كتير وبالالفان وواحدة وعشرين بعد الجيع كتير من الاصحاب والعائلة وكتير اشخاص فتحنا البراند بالالفان وواحدة وعشرين صار لنا ثلاث سنين وبعدنا مكملين وعم نكبر شوي شوي برغم كل الصعوبات بالبلد اخدتوا نتيجة للأكزما من الصابون اللي عندنا الحمد لله ونحن هلأ كمانا في كتير ناس عم تتعالج من عنا لانه هي الفكرة انه هو ما في علاج فيه انه انت بتخفف من السمطوم صح ونحن كل شي عنا free from chemicals ما فيه ابدا chemicals كل شي من الطبيعة بس اكيد فيه اشي معينة للأكزما فيه صابون معين للأكزما البرودكتس هنه مش بس صابون سوب بارز يعني هنا الواح الصابون في عنا خمسة وعشرين نوع سوب بارز واو جايبت لنا ايهون اصلا كلهم يحلي موجودين يعني اجبت شوية ايه انا عرف للمشاهدين اكيد لا يعرفوا عن شوهم نحكي اكيد في عنا اللي على اعشاب على زهور يعني هي منقطر الاعشاب ومنها على الكركة او الزهور ومناخد منهم الماي والسانشل اويل ما فيه فريغرانس ما فيه بارفان اوكي اه هيدولي للوجه والجسام كتير طبيعية اه كمان في عنا على فواكة فينا نحط عسل الويفيرا زيوت طبيعية كله بيكون طبيعي سلينا اليوم عم نلاحظ العالم عم ترجع تحب الطبيعة وتحب كل شيء كلاسيك كل شيء قديم كل شيء بلا كاميكلز عم بتحب تاخد منتجات معمولة بطريقة طبيعية ان كان بالاكل بالشرب بالبرودكت الشامبوز سوء بصمونة اليد بتحس الكل عم بيحب يرجع على الاشياء الطبيعية انت كصليك فترة يعني هلأ صليك كذا سنة بالسوق عم بتلاحظي انه العالم لما عم تاخد من اول مرة عم ترجع تحب تاخد مرة تانية يعني عم تحسي عم بضال في قبيل على هذا الموضوع اكيد اكيد يعني هيدا اللي لاحظته الناس كتير عم بتروح الاشياء الطبيعية خاصة بس تلاقي انه يعني النتيجة وراها واللي عم بتفاجأ فيه قداش عم بي نموا هيدا الشيء بالولاد الصغار صح يعني هو الاجيال الجديدة انه روحوا على كل شيء طبيعي بالنهاية كل شيء طبيعي احسن للبشرة صحيح ما بتاخد نتيجة بسرعة بس فيها يعني احلى احسن اكيد اكيد اليوم ما في شيء احسن من انه نرجع للاشياء الطبيعية اليوم مين عم بيساعدك سلين يعني انت اليوم عم تشتغلي بزنس لقالك صغيرة عم تشتغلي يمكن اوكي لك كذا سنة بالماركت بس انت بعضنا اليوم تعتبر سمول بزنس عم تشتغلي مين عم بيساعدك مين عم بيخليك يتضلك لانه واحد مش عطول بيكون بالمود بده حدا يكون معه عم بيساعده يعطيه اوقات بوش بالايام اللي بيكون شوي هكا موده داون يمكن او ما له جلاده كتير مين هالشخص اللي عم يكون معك لا نحنا عطول عطول يعني مقسمين الشغل اذا بديك انا وجوزي جوزي يعني له كمان كتير بارت كتير كبير بالشغل اكيد منه وجه له تحية لانه اليوم بس منه قدر يكون معنا انتوني اكيد وفي عنده ولاده كمانا نحنا ويقاري فاميلي بزنس يعني ولاده عمرهم خمستاش وعشرة بيساعدونا باشي بسيطة بس هيدا جوزيك نحنا سوى نقل له هاي لانتوني ويعطيكم الف عافية ولادك خمستاشر سنة كم ولد عندك عندي ولدين اوكي ابني معنا اوه هذا ابنيك هاي ما انتبهنا اكيد لكن تعرفي حلو العيلة تجتمع وتشتغل بتحسي بيصير عندي كاكة مثل البند اقوى الولاد بيضالون قراب من اهلهم خاصة بعمره خمستاشر سنة يعني هو هلأ بعمر بيكون اصلا ما قاله جلدتكم يمكن شوي لا بالعكس بحب بس هيك بحب حتى بدي خبرك شغلة نحنا في عنا شي مش بس نحنا بنعمل برودكس نحنا في عنا ويركشوب للقبار والصغار يعني بيجوا الناس بيعملوا عنا صابون بايدهم دقاء ازادوا في كذا اكتيفتيز وكل فترة وفترة بنعمل ايفنت مثلا على كريسمس سامر كذا بيكون في اكتيفتيز جديد انا بتكل كتير عولادة يساعدوني بهذا الموضوع كمانا وين عندك غيره؟ بنت كمان بنوت وشو عمره؟ عشر سنين عشر وخمستعش يس تخليليك يا هون يا سالين فنحنا كلنا سواء ازا بديك انا جاوز اولادة كلنا حريقة صوب مش بس انا هلأ يمكن انا اكتر الواجهة بس بس نحنا كلنا بنشتغل بايدنا وكله ازا بديك دقاء ازاد بين شغل اوكي بتحبت تشوف شوي؟ اكيد بدي شوف بس انا عطول بحب بالاول نسمع القصة نفهم من وين جاي البراند ونرجع من فرج المشاهد للغراض فبما انه خبرتنا هالقصة الكتير حلوة بس تعليقا على الوركشوب نضويك شوي اكتر لانه اليوم اكيد فيه اشخاص مهتمة وخاصة عم بلاحظها الفترة عم بيحبوا العالم شغل الصبون عم نلاقي كتير براندات عم تنشغلها لانه اكيد كل حدا عنده طريقته الخاصة بس اليوم اللي حابب يعمل الوركشوب انتو كيف عم تعتقوا بالجمعة اسبوعيا ولا شهريا ولا حسب اوقات تفتحوا بواب الوركشوب اوقات لا عطينا شوية معلومات اوكي نحن صار لنا سنتين منعمل الوركشوب صار جاي اكتر من 3000 ولد لعنا واكتر من 300 يعني جبار لعنا بالقيام العادة في عنا الريجلر بتصير الاتفاق على الاتفاق اللي رح تنعمل واسعارنا كتير افوردبل وهي الفكرة بس لحتى يتعرفوا الناس على هذه المهنة الحلوة وبياخدوا شغلهم معهم حالو هطول في عنا ريجلر ووركشوب بس اكيد الحجز مسبق لانه عوقات كتير بيكون في عنا حجزات تانية هلأ بايام معي بيكون في ايفنت يعني هي مثلا هلأ بكريسمس رح يكون في ووركشوب بيكون في بس اكتيفتيز خاصة بكريسمس بيجوا وبيحجزوا وهيك بيكون شي مميز ما بينعاد ما بينعاد مرة تانية مثل الوقت السمر كمان عملنا اكتيفتيز لمدة شهرين ووركشوب كانوا الاشياء اللي بياخدوها اذا بديك عملنا مست اذا ما بينعادوا منيحة هلأ مع الفترة اللي فيها شوية سترس واحد يكون عنده شوية كبيرشوب حلو مثل ما عم تقولي للولاد حتى الولاد فيكن تاخدوا ولادكن تيتعلموا هيدا الشي وانا فكرة غلط ابدا بالعكس بتتعودوا على الاشغال اليدوية ونطلع شوية عن التليفون وعن السوشال ميديا وعن الاخبار خلي شوية هلولاد تظل عم تنمي مواهب جديدة وبدألك شي انه بينعمل بطريقة كتير تربوية لانه انا اصلا مخصصات بيتاجوجي فبكون درسة الوركشوب بطريقة قدر وصل كذا مساج للولاد يقدر يشتغل بطريقة كتير مزبوطة لحتى يكون فيه من وراء الوركشوب روعة بلق عرفنا الخبرية كلها اخدنا كل المعلومات صار وقت نشوف شو هنالغراض نحن اليوم متل ما قلت السلين مش بس عاملوا بتعملي صبون لايكي شوريا نروح وقفة صغيرة مشاهدينا منرجع ونكمل ونشوف الصبون كاملين معكم مشاهدينا بفقرة مدن لبنان عم نتعرف على حريقة صوبس وعلى سلين حريقة اللي هي وراها البراند اللي كتير حلوة سبقوا سمعنا القصة هلأ صار وقت مثل ما قلتلكم نتعرف على البرودكت أكتر سلين رح نبلش بالبيسيك اللي بلشت فيه لهن الصبون اللي هو اليوم هذا الشي اللي نحنا كلنا منحبه الصبون اللي عم تعمله ما فيها كاميكلز ما فيها شي ما انه منيح لقلنا كله معمول بمواد طبيعية مثل ما عم نقولها الفاميلي بزنس الرائعة اليوم كلنا عم نحب هيدا الصبون إذا هلأ بدأوا تقول ريحتهم كتير حلوة أكيد ريحتهم كتير حلوة ريحتهم ريحت الصبون النظافة الزيت فيه على كذا ريحة عملتين على فانيلا وكامينا هولي مش بس إيدين جسم يعني نحنا هذا وجه جسم نحنا تخبرك شغلة يعني مثلا نحنا منقول بار اكزامل على شوكولات نحنا مش بنحط ريحتة شوكولات ونحطت شوكولات وبتلمهوة بقلبها لما بنحكي عن أعشاب بنكون عم نحط الأعشاب مع التقطير يعني منقطرها على الكركب ومنحط بقلبها بس نقول مثلا كافي كذا بيكون كله طبيعي كرمال هيك ريحة ما بتلاقيها كتير أحسن هي ريحة طبيعية أحسن لعني هيدا بتحس حالك عم تستعمل شي طبيعي يعني الويلد هيربز الأعشاب البرية مع الصبونة القهوة مع الصبونة الفانيلا مع الصبونة أبعز زيتون كله كله أبعز زيتون هو أحسن زيوت وزيت الزيتون أكيد وبناسب كل أنواع البشرة وكل الأعمار مثلا هون عاملي على ستروبري على فراز بقلبها في فراز بقلبها في فراز يحية وكمان في ستروبري جوز كمان يعني بقلبها سينما القرفة كمان حسب كل حدا شو بيحب الريحة ومتل ما قالنا الريحة بتجي هيك خفيفة عصل هيدا العصل هيدا في بقلبها شمع العصل والعصل بشهده والعصل الطبيعي واما حبينا العود في العود كمان لأنه اليوم في كتير عالم بتحب ريحة العود ياسمين أكيد في ياسمين صحيح ما قدرت جيب كل شيء نحن عنا أكثر من 15 نوع جازمين ياسمين ومثل ما عم بقلكون كله ريحطوا صبونة البلدية مع هكي مثلا هون لامنغراف حلوة وكامومي بابونج وقعد كمان حلوة هولي الصبون هلأ كمان عم بصير في صبون في الليفة يلي هي الليفة نحن بنزرعها عنا بالبارح كمان حطيت عنا على ستوري كيف نحن بنوفمبر نقطفة ومن نشفة ومن صب قلبها الصبون وريحتها هي هي في عندك أربع أنواع في عندك لفندر في عندك روس في عندك أمبر ماسك هيدا كتير للجسم بتعقد منيحة هيدا لأنه اللي ما بيحب الليفة فرد مرة بتكون يعني عم بلايف ومع الصبونة وبتضيين شهر آه والله منيحة شهر حتى أوقات أكتر شوي حسب بداية واحد بتحمم عم بيقطع هلأ معنا صور رسالين هولي فيهم ينعملوا سوفينيرات أو كدود روتور نحن كتير منعمل سوفينير كدود روتور حتى كله كاستمايز بني عم تاخد سوفون يعني يكون كواليتي تاخد سوفينير الواحد يستفيد منه لإياس كاستمايز الموديل حتى منختم على الصبونة إذا بتشوفي هون نحن منقدر نختم على الصبونة منقدر نزينها بقية طريقة بحبه حسب التام فيه ينعمل حتى بوكس فيه ينعمل كذا رح نفرج هلأ مثلا البوكس كيفية فيه ينعمل العلبة اللي فيها المنشة في الصبون وفي الليكويد سوف اللي هلأ رح نحكي عنه شوي سريعا قبل ما يخلص الوقت لايكوا هالباكت شو مهدوم واحد بقدر ياخده كادو كمان هيدا كاستمايز وفي عنا منه كذا وفي منه باسكت يعني بيجي هيك باسكت أنا عم بقع كل شي اليوم وهيد الباسكت يعني بقدر واحد يعملها يا بوكس يا باسكت واللي في كمان والصبون هو اللي بيقدروا بي أصدا حتى بي لأنه باميلا اوكي لايكوا شو حالو هيدا الشي مع صبونة الليكود سوب لازم نقطع شوي على الليكود سوب في هيدا كمان وفيها تتاخذ العلبة كادو أو سوفينير في عنا كذا نوع باكتجينج كتير موديلات هيدا إذا كانت فيها بخور أو الأربانة أو عمادة لك شو مهنومة بخور والصبونة الصغيرة مع الاسم طبع البيبي كتير حلوة هيدا الفكرة وأكيد مثل ما قلت أنه دايك نكاستمايز الفكرة اللي بدونيها بيتواصلوا معك أكيد وإنت بتعطيون أفكار الليكود سوب إخدين كمانا هالفترة ضجة لأنه مش الكل أو أد بحب الصبونة في عنا بتحب هنا لكود سوب وفي عنا عدولة البرودكس رح نشوف هيك شوي على السريع هن زيتون اللي شفناه هن عادة في منهم الليكود هن زيتون كلهم في عنا أكتر ما 25 نوع كمان كتير طبيعي كتير بغزة البشرة نحنا أهم شي من ركز إنه نحنا نغزة البشرة مش يعني إنه ناخد نستعمل الكمورشل سوب يلي ما بغزة أوكي في من كل الروي رح أقطع لهم كتير عصرية تفاح عصر لفندر أفتح تفاح رح أفتح بس تفاح لما بقعنا كتير وقت فيها روضت ديمك لأنه بنا نحك يلا ما بقعنا عصر وقت هولي في كذا أكتر من 25 نحن مثل المقالية أوكي ورح نحك في السكراب نحنا مثلا نحنا اخترع لهذا الملح في السكراب نحنا اخترعناها مش من السولت ولا من شجر هو من الصبون السكراب للوج وللجسم فيهن يستعملوه من الصبون من كله إشي من الطبيعة عسل البان ألويفيرا موارد كتير 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 نتيجته مذهلة وما بقى حدا ما أخذ منه إلا ورجع أخذ لأنه شي طبيعي وهيدا موارد نحنا منقطر مثل ما قلتلك الأعشاب فمقطرين الموارد يلي منعرفه مع الألويفيرا مع أربع زيوت ذات اللوز ذات الجوز ذات الشيا وذات الزيتون وهيدا للوجه والجسم كتير كتير منع كتير كتير منع روايح من حلوة في البوكت سوب يلي هي كتير حلوة الفكرة للمدارس أو بالساك للولاد أنا أجيت الفكرة من أولاد صراحة أوكي وهي كيوب صغار وكتير حلوين وبراتيك يستعملوا من حد بالساك بيتخذوا على المدرسة وبيتحطوا بالساك إذا نحنا منحب وفيه ملايين سولت مع الأعشاب مع التقطير يلي نحنا قطرناه على الكركة وحطينه للأيدان للأجران والجسم صح الأغراض بعقدوا سليين عن جد وعم نشتغل على حالنا أنه بعد نكثر أكثر وأكثر وإن شاء الله خير إن شاء الله خير يا سليين يعطيكم ألف عافية البيج على إنستغرام مشاهدينا هي حريق أسوب حريق أسوب حريق أسوب وفيه عنا على الويب سايت فيهون كمان يشوفوا البروداكت أوكي بتعرف فيهنا كل الصفحات السوشال ميديا وكيد فيهون يحكونا على رقمه ونحنا بغزير فيهون يزورونا فيه عنا شوب بغزير أوكي وأهلا وسهلا فيهون هذا هو كان البروداكت لليوم مشاهدينا حريق أسوب فيهون فوتو هلا على إنستغرام قد ما نحكي ما رح نلحق نفرجيكم كل شي متل ما سبق أو قالت أكتر من 25 ريحة كلها معمولة بطريقة طبيعية وطريقة بطير العقل شو ما عابلكم تسألوا لسليين فيكن تتواصلوا معا أكيد على السوشال ميديا هذا كانت فكرة مادن لبنون إن شاء الله تكونوا أهلا وسهلا فيك سليين إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفكرة لليوم نحن رح نروح بريك صغير ونرجع ونكمل شكرا